ألاف الصور من موقع الحضر الذي يعود إلى أكثر من ألفين عام ودمره تنظيم الدولة الإسلامية دمجها مهندسون ليعيدوا رسم ملامحه ومنحه حياة ثانية إضافة إلى غيره من معالم محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل أكبر مدن شمال العراق ليقدم لزوار أحد متاحف المدينة فرصة القيام برحلة في الذاكرة من خلال الواقع الافتراضي يعني غحت بغير عالم كنت أتمنى المفترض يكون حقيقي يعني فعلا أشت وبسعادة وغحت على غير عالم رحنا على قبل أربعون سنة فعشتها يعني بلحظات وكأنها سنين لما رجعت بأن هذا مفترض ما حقيقي تألمت يقدم متحف بيت تراث الموصل هذه التجربة منذ افتتاحه بمبادرة ذاتية في حزيران يونيو وهو عبارة عن منزل موصلي بعمارة تقليدية أنيقة في المتحف أيضا قطع تراثية كانت تتزين بها البيوت الموصلية التقليدية وبعض الأعمال الفنية التي تعكس تاريخ المدينة كثير من الأطفال والزوار لمدينة الموصل لم يشاهدوا جامع النوري وميدلة الحدبة نحاول من خلال هذا الواقع الافتراضي نجعل الشخص يتجول في هذه المواقع واسترجاع هذه الذكريات ويتعاون المتحف مع شركة قافلاب وهي شركة محلية مختصة بريادة الأعمال يديرها شباب من الموصل هذه المشاهد أغلبها استخدمنا صور قديمة للمدينة بالإضافة مثل جامع النبي يونس احتجنا إلى مجموعة من الصور اخذناها من الناس مدنيين يعني عندهم صور كنا نلتقطوها لنفسهم أو يعني شخصية أو غيرها حصلناها منهم وانطقنا أنه نعيد البناء الجامع ويمكن للزوار أن يجولوا عبر هذا المتحف الافتراضي في خمسة مواقع أثرية من جامع النوري وكنيسة الطاهرة إلى موقع الحضر ولا تزال المواقع الأثرية في المدينة تحت الترميم ضمن مشروع إعادة إحياء روح الموصل الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو بتمويل من دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر